السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اتماعين ان شاء الله نكمل بعيد مذكرة غيث للمساعد الصحي لاختبار البرومترق المرة الفاتت وقفتنا عند السؤال لرقم كونسومية وسبعين اللي كان بيتكلم عن يعني الوضع اللي احنا بنحط فيه المريض اثناء ادخال التوزيع اللي هي الرايل وقلنا ساعتها ان هو اللي هو عبارة عن ان احنا بنرفع راس السرير بدرجة خمسة واربعين لستين وقلنا ممكن برضو كيف تبع اعلى من كده ممكن نوصل لتمانين درجة بحس ان احنا نسهل دخول التوزيع مركز سعر رقم خمسمائة وسبعين مركز سعر مركز سعر طبعا احنا ادخلنا دوقت الرايل ونحبنا ان احنا يعني نبدي تغذية للمريض سواء عن طريق الرايل ماشي او عن طريق ان هو مثلا اكله وهو في السرير المريض الواعي اللي هو يقدر يأكل بنافسه بيبقى البوزيشن اثناء التغذية وهو السمي فاولر بوزيشن سمي فاولر بوزيشن بيبقى اقل من الفاولر بوزيشن احنا قلنا من خمسة واربعين لستين والسمي فاولر بوزيشن من تلاتين لخمسة واربعين زي ما احنا نشوف كده الوضعين عندنا هنا ده هنا الفاولر بوزيشن اللي قلنا بيستخدمه اثناء ادخال وزي ما قلنا بيبقى درجة الرأس السرير من خمسة واربعين لستين ده الفاولر ماشي من خمسة واربعين من ستين انما بالنسبة ده بيبقى من تلاتين لخمسة واربعين فده اللي هو ممكن احنا ندي فيدنج للبوزيشن او لو هو مثلا حاب ان هو يأكل ممكن يأكل في الوضع ده وده طبعا ايه بيساعد على اه ان هو ايه يكون اه بيأكل مرتاح وما يكونش فيه تينشن او فيه ضغط على ايه عضلات البطل فمننزل راس السرير شوية هنا بعد كده السؤال اللي بعده خمسة واربعين وسبعين بيتكلم على بيقولك ايه هي اللي هي صعوبة البلع ماشي يبقى ماشي يبقى معناها صعوبة البلع بقم خمسة ومائة وسبعين بروبلمز وز انترال نوتريشن اللي هي يعني هي المشكلات اللي بتنتج معان التغذية اا داخل المريق مش عندنا اا النوع طيب ما احنا هنا دي النازو احنا اللي احنا دايما مشهورة في المستشفيات النازو بتدخل من النوز من الانف ماشي وبتدخل المريق وبعد كده ايه تدخل المعدة فدي بيسموها يعني نازو يعني من الانف يعني بتوصل للسطومك للمعدة في عندنا بعد كده في اا انواع تانية هنا عندنا اا انواع التغذية اللي ممكن يعيها للمريض اللي ممكن يتوصل به المريض عندنا هنا ممكن اللي هي الانترافينس ماشي الى ممكن اللي هو ممكن ندله محاليل عن طريق الواليد ماشي فيه هنا التي بي ان ماشي او وهنا بيبقى هنا البي بي ان اللي هي بريفرال برينترال نوتريشن هنا التي بي ان اللي هي ايه توتال اللي هي التغذية بتبقى عن طريق الاسطرة الوريدية المركزية اللي تتركب في الاسطرة ودي ساعتها بيبقى محالية كتيرة واكتر من البريفرال اكتر من الطرفي لكن هنا التغذية اللي احنا بنتكلم عنها تغذية الفم هنا النازر جلسيك تيوب اللي قلنا عليها بيتخش عن ضغير انفل المعدة وفي هنا الجوجونستومي تيوب جلسيك تيوب تدخل على الأمعاء اللي هي الأمعاء الغريضة وفي هنا النازو دودينال تدخل من من الأنف ومن بتمشي لحد ما توصل لمستوى بداية الأمعاء الصغيرة ومع الدقيقة ماشي وفي نازو جوجينال دي بيه برضو بتغضل ايه؟ طبعا دي كلها ايه بتبقى عايزة يا دكتور جراح مختص طبعا دي كلها ممكن لها تحصل ايه منها بروبيل هنا يمكن اصده هنا اكتر حاجة على النازو جاستريك تيوب العادية اللي احنا ايه بنركبها في مستشفى بشكل اوسع هنا ممكن بقى يحصل ايه؟ يمكن يحصل نايوزير يحصل غاثيان او ألم في البطل وبلوتينج اللي هو انتفاخ أوربين وألم أثناء أثناء التغذية كحة نتيجة انه ممكن طبعا وجود تيوب داخل مجرى بجانب مجرى التنفس ممكن انه يخلي المريض كح الجاجنج اللي هو انتفاخ أوربينج اللي هو القيء عندنا هنا برضو السولين أبدومين ماشي ممكن انه يحصل في انتفاخات في البطل الضيرية بسهل نتيجة نوع الاكل اللي هي بيتحط في التيوب الدرينيج ممكن ان يحصل إفرازات تخرج من فتحة ادخال التيوب اللي هي الأنبومة طبعا خاصة ان احنا بتتكلم احيانا على الانبيب اللي بتتركب فيه ألمعاء مباشرة هنا الديس تيوب يعني ممكن ان هي ايه انبوبة تتخلع وتخرب من مكانها فيه بعد كده الان بي او ان بي او ان بي او اللي هي ناثنج بير موس يعني لا شيء عن طريق الفم ان بي او ناثنج بير موس او ناثنج بير اورال يعني لا شيء عن طريق الفم او رقم خونسومية خمسة وسببين وان فلويد اونس يعني هنا طبعا دي او دي عبارة عن مقياس دي السوائل بحجم السوائل اسمه او النصة او انس دا هنا بيساوي تلاتين مليا ماشي الانس الواحد بيساوي تلاتين مليا تمام دا او 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 عبارة عن طريقة لقياس السوائل الخارجة او السوائل بشكل عام او 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 يعني بيقولك السوائل اللي بعتبر خارجة من الجسم اللي هي بتشمل البون اي سوائل بتخرج من الجسم زي البول والقيق والدم والفرازات بتخرج من الجروح والاسهال او 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 يعني بيقولك لو انت دا وقت عام الجدول دي المريض وبتحسب الداخل والخارج اللي هو الانتاك والاوتبوت فما ينفعش ان انت ايه تتخلص من السوائل السوائل دي لحد ما يعني الا بعد ما يتقيسها وتسجلها في الجدول هنا بجاب ثري ثري ماشي دي عبارة عن نوع من المواد الدهنية المتكونة في الجسم بيخزن الجسم لما بيخزن الدهون فبيخزنها بحيث ان هي ايه تمد الجسم بالطاقة وتحافظ على اداء على اداء اعضاء الجسم ووظائف هذه الاعضاء بيقولك هنا بقى The body is attached to the triglyceride بيقولك ويختزن الجسم في هيئة سلاسي الجلسريد which is kept in mainly in fat sense اللي بيتخزن بصفة رئيسية في الخلايا الدهنية يبقى الخلايا الدهنية دي تحتوي على سلاسي الجلسريد اللي هو مسؤول عن اعطاء الجسم الطاقة ومحافظة على اداء اعضاء الجسم رقم 576 The most comfortable position for using bad band هنا بقى نخش فيه الكير اللي هو الكير اللي هو الورين والحيات دي هنا بيقولك الاكتر وضع مريح للمريض اثناء استردامه البيتبان اللي هي ايه اللي بينا عليها الاصرية ماشي اللي هي ايه وعاء بيستخدامه المريض عشان خاطر يتبول فيه فهنا اكتر ايه وضع مريح بيبقى الفاولر بوزيشة سواء بيتبول او بيعمل براز هنا طبعا البيتبان اللي هي موجودة قدامنا بالشكل ده ماشي لا هنا عندنا هنا نوريكم شكل تاني البيتبان ماشي وهي بتبقى زي ما احنا شايفين كده الجزء بتاعها الخلفي بيبقى مدور ماشي ازا احنا شايفين المريض قاعد في وضع الفاولر وبيستخدم البيتبان او ايه البنون عليها الاصرية يعني دي ايه بيبقى الفاولر بوزيشة تاني سعاد السعاد اللي بعده 577 هنا في مريض عنده التواء شديد في الكاحل يعني مش قادر ان هو يضغط على الكاحل وينزل من على السرير ويروح الحمام فهيقولك اي قطعة من المعدات او الادوات هيستخدمها مصاعدة التمريض بحيث ان هو يساعد المريض على التبول وهو قاعد في السرير او هو مدرش يتحرك في السرير هنا عندنا في حاجة اسمها البيتصايد كومود الحالة دي عندنا هنا الاسستانت نيرسنج او نيرسنج اسستانت هيستخدم الحاجة اسمها البيتصايد كومود البيتصايد كومود ده عبارة عن كرسي بيبقى فيه مبولة مفتوح من النص من منطقة المقعد وبيبقى فيه زي مبولة من المريض يقدر ان هو يتحرك ويعود على البيتصايد كومود على الكرسي ده هنا طبعا هو عنده التواق شديد فهنا بنساعده ان هو ينزل من على السرير جنب ويعود على الكرسي ده بنحطوله جنب السرير مباشرة هنا عندنا البيتصايد كومود ماشي ده صورته طبعا بنجيبه للمريض جنب السرير وبنساعد المريض ان هو ينزل من على السرير ويتحرك ويعود على البيتصايد كومود ماشي او ممكن ان احنا مجرد ان احنا يبقى المريض نشده من على السرير ويعود على الكرسي ده ماشي وممكن يبقى رجليه موجودة على السرير طبعا ده غير المريض اللي هو مش قادر يتحرك خالص ماشي فنستخدم له اللي هي البيتبان اللي هي القصرية او المريض اللي هو فاقد الوعي ولكن ده مريض عنده التواق شديد بالكاحل وما يدرش يتحرك ناحية الحمام وهنا عندنا بقى رقم 578 فيه بقى نوع ثاني من من البيتبان ماشي بنسموها المريض مريض عامل يعني عامل تغيير لمفصل الويرك وازاي بقى مساعد التمريض يساعده في في التباول فهيستخدم انهي قطعة او انهي قطعة من الادوات هنا عندنا القطعة اللي يستخدمها بيسمى دي اللي هي طبعا القصرية للمرضى اللي هم عندهم قصور ماشي ودي اللي هي موجودة بالشكل ده ماشي دي بقى طريقة انهي ازاي احنا نحط بالمريض احنا طبعا الاول بتعمل له تنظيف ماشي وطبعا احنا ايه بنشيل الملاز بتاع المريض وبنبدأ نشد رجليه لفوق ماشي وبنحط اللي هي الفراكشور بين اه تحتيه وهي ممكن نساعد المريض عن طريق ان احنا ايه نعمل مساج للبطن ماشي دي الفراكشور الفراكشور بيه ماشي ديها شكل تاني او ان هي شكلها كده ده المميز دي الفراكشور بيه تبقى اه طويلة بالشكل ده بحيس ان هي بتبقى اه غير اصرية الاسرية ممكن تتحط اه بشكل تاني غير الفراكشور بين زي ما احنا ايه نشوف نعم ماشي احنا هنا عندنا ماشي المريض بيدخل الجزء الامامه ده بيدخل تحت المريض ممكن ان احنا ايه نكون الاكسين البن بتاع بعد كده السؤال البعض هنا بيقولك اي من هذه الاشياء سوف تستخدمها المساعد في التمريض لتتأكد او تؤكد على خصوصية المريض اللي محتاج للتباور هنا عندنا عبل كده كنا قلنا ان كل سرير بيبقى حوالي بيبقى حوالي ستائر فهنا هتعمل كورتين يعني لو المريض بيستخدم البيت سايد كومود اللي هي الكرسي في مبولة من المص ماشي او بيستخدم البيت بان حتى اللي هي الاسرية فهنا هنحط او بتشد سطارة الخصوصية اللي هي وطبعا بتنبه ان محدش يخش على المريض ان هو ايه اثناء التباور او اثناء الخراكة يبقى هنا ماشي بتضع سطارة الخصية او تشد سطارة لما بيستخدم البيت سايد كومود اللي هو الكرسي اللي فيه مبولة 580 Before collecting a specimen of urine or feces يعني قبل جمع عينة من اليورين او اللي هو البراز اه لابد ان مساعدة التمريد او مساعدة التمريد لابد ان يعرف ايه بقى هنا عندنا الاجابة هتبقى what storage method is to be used يعني يبقى عارف الايه اليورين ماشي او اللي هو البراز هيتخزن في اه بأي طريقة يبقى طريقة تخزين ايه البول او طريقة تخزين اللي هي البراز بمعنى ان هو طبعا يبقى محضر اه نظام كوب يعني كوب مخصص لدورين او يحضر ايه كوب مخصص للبراز بعد كده السؤال بعد 580 when it's necessary to measure the person's urine output and the person is using regular toilet يقولك متى يكون من الضروري او عندما يكون من الضروري قياس انتاج البول لدى الشخص او لدى المريض والشخص ده والمريض ده بيستخدم regular toilet يعني بيستخدم حمام عادي يعني بيروح الحمام بيستخدم ايه بيستخدم الحمام بيستخدمش اصرية بحيث ان احنا بناخد البول اللي في الاصرية ومو كنيس لكن هو شخص بيخش الحمام وبيستخدم الحمام بيقولك هنستخدم انهي قطعة وانهي جهاز لجمع البول او قياس وبالتالي قياس البول هنا عندنا في حاجة اسمها قمود هيت قمود هيت اللي هي ايه اللي ايه بيسموها ايه ده يعتبر زي قبعة المرحاض يعني ده قبعة المرحاض ده شكلها ماشي عبارة اهي يعني كنا عمنا زي القبعة اللي بتحطها الرأس لجمعات قاعدة البقرة دولا ماشي ده اهي شكلها كده واذا احن شايفين اللي هي القياس بداخلها القطعة دي بنستخدمها انه احنا نحطها على الا الاعدا ماشي بالشكل ده ماشي طبعا بتتسند ده بالجزء اللي فوق بتاع الاعدا والمريض بيخش انهو ايه يتبول ماشي يتبول في القطعة دي وبعد ما بيخرج المريض من الحمام بتخش مساعدة التمريض وتاخد القطعة وتعرف عن طريقها كمية البول اللي عملها المريض رقم خمسمية اثنين وتمانين وين ابرسون ويد 300 ملي اوف يورين يعني لو مريض تبول او اخرج 300 ملي من اليورين اوفر 24 اور يعني خلال 24 ساعة يعني خلال يوم كامل مطلعش غير 300 ملي او 300 صمتي من اليورين هنا بقى ايه المصطلح اللي احنا نستخدمه عشان خاطر نوصف الكمية القليلة من البول دي هنا اخدناها بكده في المصطلحات وهي القلة البول ماشي بأوليجيوريا ماشي دي اللي هي ايه قلة البول اه ودي طبعا غير الانيوريا هنا عندنا هنا الانيوريا الانيوريا معناها ان المريض دي بيطلع كمية اقل من مئة سنتي او ممكن المريض يطلع كمان اقل من كده بكتير ممكن من خرجش بول خالص ده بحالة ايه الكيدني شوتداون اللي هي ايه ان ايه الكيدني وقفت خالص عن العمل اه البوليوريا رقم بيه معناها دي عكس الاوليجيوريا يعني الاوليجيوريا قلة البول البوليوريا هتبقى كسرة البول الدايوريسيس ده بيحصل في اه بعد استخدام ميديكيشن او علاج اه ليه اه بيخلي المريض يطلع يورين كتير او في حالة لو طبعا عطينا ايه فولويد سوال كتير المريض في يطلع بول كتير اااا يعني عن طريق zachوبنا بتقبله على ان هو ايه طلع بول كتير اااااااااoso 580 يعني تقول لك أي من هذه الأشياء يعتبر سبب temporary urinary incontinence يعني ثلث البول المعقد يعني المريض هنا يجد ثلث بول يعني يتبول بدون إرادته ولكن بشكل temporary شكل معقد غير دائم هنا لو عندنا كل الاختيارات هنا كل الاختيارات هنا مع هذا البلادر انفكشن اللي هي الإجابة صحيحة رقم بي وهي عدوى المسانة المسانة ولكن عندنا هنا بقى يعني المسلتون عدلة المسانة لو حصل فيها اضطراب فممكن تسبب سيلاس بول سيلاس بول بشكل دائم اللي هي لو حصل اضطراب أو حصل ضعف في عدلة المسانة هنا عندنا الديمنشيا اللي هي الخرف يعني المريض بيكبر في السن وهي بيتعرض لمشاكل كبيرة في المسانة والمشاكل دي لا تنتهي وبالتالي بتبقى دائمة البرالايسيس اللي هو الشلل طبعا الشلل اللي هيحصل للمريض هيسبب سيلاس بول دائم وليس موقع يبقى هنا عندنا الديابة رقم بي اللي هو اللي هو عدوى في المسانة بيتسبب الابتهابات وهي بالتالي بيحصل سيلاس بول موقع لما بياخد انتبيوتك وياخد علاج بيرجع المريض لحالته الطبعية دائم الصفحة دي كلها بتتكلم في سؤال واحد رقم خونسمية اربعة وتمانين اكبر سؤال مرة علينا دلوقتي واخد صفحة كاملة بيتكلم عن which statement about your drainage bag بقول لك اي من هذه العبارات يكون صحيح في حالة افراغ ماشي يعني او هنا عدد يقول لك ايه الطريقة الصحيحة يعني بمعنى صح الطريقة الصحيحة لإفراغ كيس البون اه طبعا احنا هنا عندنا يعني شفت قبل كده حد جاوب السؤال ده فهي اختار رقم اه رقم دي هنا طبعا الاجابات هنا ايه و بي وهنا بي التانية دي مفروض ان هي سي ماشي وهنا ده رقم دي اللي هي هنا ايه رقم دي من اول رقم سي هنا لكن هي الاجابة هنا عندنا رقم رقم سي اللي هي ايه البيت التانية اللي هي رقم ايه رقم سي دي الاجابة الصحيحة الاجابة الصحيحة دول يعني هنا بتقفل الكيس جمع البول ماشي بيبقى فيه كلمب او فيه صمام فانت ايه بتفتح للصمام ده يعني بتفتح ايه الصمام ماشي بتفتح الصمام اللي هو بيبقى موجود في كيس جمع البول من تحت ماشي واند الاو او زيورين تو ديرين انتو جراديويت هنا يعني بتسمح لليورين ان هو ايه ديرين يعني ايه يعني ينساب او يتصرف جراديويت هنا عبارة عن ايه اللي ايه وعاء ايه فيه مقياس وعاء فيه مقياس ماشي انت هي بتحطه تحت كيس جمع البول وبتفضي البول that has been placed on a paper towel on the floor underneath the urine drainage bag يعني بنجيب زي paper towel يعني زي عبارة عن ايه خوطة ماشي مصنوع من الورق وبنحطها على الارض اثناء ان احنا بنفرغ كيس جمع البول بحيث ان احنا ما يحصلش ان ينزل على الورين على الايه على على ايه البلاط بتاع بتاع واحدة الرعاية او اي ايه او اي قصف احنا يشغلوه فيه طبعا هنشوف فيديو ليه اللي هو اه تصريف كيس جمع البول او اه ان احنا زي نفرد كيس جمع البول انا طبعا ان بيقول لك اه الخطوات من قبل البروسيدجر من قبل اه اللي احنا قبل الاجراء اه ان هو عم تاعيه تجمع اي جزر يعني بتجمع اي ادوات اه محتاجها وغير موجودة في غرفة المريض بتجمعها عبل ما هي ما تدخل للمريض اه كنوك اون زا بيشا اه زا كلاينت دور يعني اه بتخبط على الباب الغرفة بتاع المريض اه بيرفورم هاند هايجين بتعمل اه غسيل الايدي اه اه انت بتقدم نفسك للمريض ويتتاكد من ان المريض ده هو اللي هي هتعمله اه 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 بشكل مهاري اه اه مع المريض طول الوقت بروفايد برايباسي ان انتهيه بتحافظ على خصوصية المريض ويكسب لين زا كلاينت وبتي تشرح الليه الاجراء للمريض هنا عندنا طبعا هنشوف اله هنا النيرسينج اسيستانت هنا جمعت الادوات وحطتها على اه الترابيزة جنبها بتبدأ ان هي اه اه كنا خبطت على الباب معاملة هاند هايجين وهنا اه تعمل كيل اه اه برايباسي تشد هنا برايباسي كورتين ان هي هي السطارة مجين هنا ده طبعا دولي مش مش مريض حقيق هتبدأ ان هي ترفع اه مستوى السرير بحيس ان هي اه ما اه ما تعملش ما اه ما توطيش بشكل كبير وهنا زا شوفكمين شاكين هنا حطيت ايه ده يعتبر ماشي البيبر اللي هي حطيتها هنا ده اللي اه اه ماشي ده اللي قدامنا دي ده عبارة عن ايه اه زا ما اشوفكمين قطعة ورق ماشي اه بتضعها على الارض قبل ايه القراء قبل ما هي تبدأ اي حاجة حطي القطعة هنا بعد كده ده الجار او زي الرعاء اللي هي هتقيز في ايه 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 اس بي كمية البوش وهي بتلبس الجلابس ماشي هنا طبعا ده الكلام هتفتح الكلام زي ما قلنا في تفتح الكلام وبتسيب البول ان هو ينزل طبعا هنا هيحطيه المياه عشان خاطر الطاقة ده دولي ماشي ده شايفين اللعاء اللي هو ايه بيدقاس في البول وبعد كده هتقفل اه اه كيز جمع البول مرة تانية بابارة ان هي بتعمل تنظيف المخرج اللي في كيز جمع البول ماشي وبعد كده افليت الكلام بتاني افليت وهي بعد كده اه بتجمع البول وبتحطه على مستوى او على اه مستوى ايه احنا شايفين ده طريق قياس البول هنا ان هي حطيته على ايه سطح مستوي وبتنظر اه دي الكمية على ايه مستوى العين زي ما احنا شايفين ده مستوى العين ماشي وبتقرأ الايه عشان احنا نحتاجها في سواء الجاي وبتقرأ ايه المستوى البول ماشي فازي ما احنا شوفنا كده هنا الاجابة عندنا اه الاجابة اللي هي مفروض رقم سي هنا بس هي مكتوبة دي هنا الاجابة رقم سي ان كلام باي المتنج is both off the urine on the urine drainage bag يعني هتفتح اله اه هتفتح الكلام اللي هو الصمام بتاع الكيس جامع البول ماشي واند اللاو اند الاغو انتو اجرادويت يعني هتسمح لكل البول ان هو يخرج وينسب ويحصل له تصريف نير جردويت اللي هو الوعاء اللي كان عليه قياس ماشي اللي هو موجود عليه قياس that has been placed on ببرتاول ومحطوط على ورقة ماشي على هيئة التاول على هيئة منشفة on the floor underneath the urine drainage bay محطوط على الأرض تحت كيس جمع البول يعني هو مش تحت كيس جمع البول ولكن هنا تحت الوعاء اللي هو عليه قياس ده يبقى الإجابة هنا رقم c طبعا كل الإجابات التانية هتبقى مش صحيحة هنا إجابة رقم c اللي هو موجودة هنا في هيئة b بعد كده خمسمية 86 أو المفترض إن هي خمسمية خمسة وتمانين هنا خمسمية ستة وتمانين أه يعني هنا لما بنعمل أه كير أو بنعمل عناية بالكاثتر بأسطارة البول هنا الكاثتر أصدوم يوريني كاثتر وليس عليه الكاثتر اللي هي أصدارة العلب فهنا بقولك الكاثتر تيوبينج اسكنيني يعني احنا بننظف أصدارة لأصدارة البولية starting as a body يعني بنبدأ من الحتة من أول الجزئية ماشي من نقطة دخولها الجسم ماشي من نقطة دخولها الجسم ونتحرك للخارج how many inches of the cacetar tubing should you clean يعني كمس آآ إنش هنا كم إنش معناها إيه آآ آآ كلمة إنش معناها إيه آآ معناها آآ بوصة كلمة إنش معناها بوصة بقولك كم بوصة يعني آآ هتمضب اللي هي أصدارة البول آآ من آآ من منطقة اللي دخولها الجسم وآآ وانت راجع إيه آآ للخلف ماشي آآ بعيد عن إيه منطقة دخولها الجسم فهنا اللي جابها هيبقى رقم C أربعة إيه أربعة إنش فور إنش هنا إيه فور إنش هنا الإنش بيساوي اثنين ونصف سنتي الإنش بيساوي اثنين ونصف سنتي يبقى معنا كده إن المسافة اللي أنا هنضب فيها أصدارة البول هتبقى حوالي عشرة سنتي ناشي أربعة في اثنين ونصف هتساوي عشرة سنتي دي المسافة اللي أنا هنضب بها إيه آآ أصدارة البول من مكان دخولها الجسم وبرجع إيه آآ دورها هنشوف هنا فيديو للعناية بأصدارة البول في هنا عندنا ده الفيديو اللي هو ماشي وهنا بتكلم على آآ على العناية بمنطقة العيجان هنا طبعا جايب لك الأدوات ماشي آآ بارة عن آآ بورتكتف شيت ونن استرائل جلافز آآ بلاستر ماشي وآآ سي زور معصر وهنا وست باك يعني زي آآ شنطة عشان نحط فيها المخلفات والوايبس هنا ايه اللي هي ايه الزي كنها القطنة أو الشاش صغير وهي عادية كحول هنا طبعا هيجي بعد كده هعمل وطلع يلبس الجلافز ده الوضع المفروض يتحط فيه ماشي ان هو يكون آآ السباين نايم على ظهره ماشي وآآ بيبقى آآ رافع رجله بحيث ان ايه يساعد في آآ نظافة منطقة العجال ماشي اللي هي منطقة العضاء التناسلية وبنحط زي آآ او بنحط زي آآ ممكن نحط ملاية او اي حاجة آآ تحت آآ منطقة ايه المنطقة اللي احنا هي نعمل لها تنضيف هنا طبعا ايه جايل الميل اللي هو الزكرة او الرجل آآ هنشيل طبعا الاسطرة هنا لو شايفين الكزئية دي الاسطرة آآ قبل بنعمل التنضير بتبقى مسثبتة فهي ايه بتشيل ماشي بتبقى مسثبتة في جسم المريض فاحنا بنشيل اليه اللي بيبقى مسثبت الاسطرة ماشي بحيث ان الاسطرة تتحرك معانا بسهولة هنا زي ما نشايفين كده بتعمل تنضيف اللي هو القضيب كل منطقة بتستخدم لها تاول او بتستخدم لها شاشة لوحدة احنا شايفين بس في الجزئية دي الجزئية اللي جاية دي اللي هي تعمل تنضيف ماشي حول ايه مكان دخول مكان دخول الاسطرة ماشي وهترجع لورا شوية ماشي حوالي ايه عشر سنتي بعيد عن مكان الدخول زي ما احنا شايفين كده ماشي رجعت دورا نظافت كل المنطقة دي ايه المفترض ايه اه اهنا اسوال انه هي هنطفت منطقة كبيرة ولكن هي ايه هنا اسوال انه هي ايه بيبقى حوالي المساقة دي حوالي عشر سنتي اللي هي ايه اربع انجة ويتنضف طبعا حول القبيل هو حول المنطقة الخصية. وبعد كده بترجع ديال جلدة في حالة المرضى لو ما عملوش ختاب. ده كان ايه شوفنا الكير بتاع فهي بتنظف اه في بنظف مكان دخول العسطرة. وبنرجع اه يعني بنرجع للخارج ماشي اه حوالي اربعة انش يعني حوالي عشرة سنطرة. اه بعد كده عندنا هنا هنا الثلاث البول اه الانعكاسي ماشي ده نوع من الثلاث البول يعني الانعكاسي اه يعني بيحدث بسبب ان اه بسبب ان الشخص ده هنا هيبقى الاجابة بسبب ان الشخص دازن تفيل ماشي اه هو انا بيكلمك بقى مش السبب هنا بيقولك ان ايه يعني الميكانيزم بتاعته او ازاي بيحصل سلاث البول الانعكاسي ده ماشي اه الميكانيزم بتاعه هنا هيبقى الطريقة بتاعته ان دازن تفيل اه تاارج توري نيت يعني الشخص ده لا يشعر بالضرورة ان هو يتبول ماشي ما بيحسش ان هو عاوز يتبول يعني ايه المسانة اه بتفرغ نفسها بنفسها يعني هنا عندنا ان المريض ماشي ما بيحسش بالحاجة للتبول ولكن مرة اه بيجد ان ايه البول بيخرج منه بدون ان هو ايه يشعر لان طبعا لان ايه بيبقى سالس بول يعني بيبقى البول بدون ايه بدون ارادة هنا عندنا اه هنا الجايب هنا اه ماشي بسبب ان هو بيبقى اه عنده اه ضعف في الماضلات ماشي اه ده طبعا لا مش هيبقى اه السبب لانه هنا اه ده سالس بول انعكاسي ماشي مش سالس بول عادي وهنا رقم بي اس انت ايبو تو ميك ات تو ده باثروم ان طايم يعني بيبقاش قادر انه ايه يلحق يعمله في الحمام ماشي ده طبعا بباردكم السبب ماشي اه هاز ا بلود ارادة ارادة انا بتعمل بطبيعة المثال التعمل بطبيعة ماذا تعمل بطبيعة المثال ماشي بتعمل بطبيعة المثال ماشي فهنا رقم سي هنا بتكلم على كيفية حدوث بطبيعة المثال نقشف رقم 588 جاي بالنكتوريا نكتيوريا اللي هي ايه طبعا اللي هي التبول اثناء الليل ماشي انكسرة التبول اثناء الليل يعني يعرف او ايه تعريفه ان هو ايه the need to urinate once or more during the night يعني الحاجة للتبول على الاقل مرة او اكثر اثناء الليل ماشي فادة النكتيوريا اللي هي ايه التبول الليلي وده بيبقى اه مشهور في المرضى اللي عندهم السكري بيتبولوا كتير بالليل 589 care for enduring urinary caster should include which intervention ماشي يعني هنا عندنا اه اه في مريض مركب urinary caster ماشي بالفعل مركب الاسطرة وعاوزين نعمل له ايه نعمل له ايه care او نعمل له ايه رعاية انتما احنا هنسا شايفين هنا الفيديو اللي هيحصل ماشي انه هنعمل تنظيف حول كاثتر زي ما شوفنا بالفيديو ماشي و اه يعني حول ايه اللي هو ايه الميتس اللي هو القديم ماشي والمنطقة بتاعة ايه منطقة العجان اللي هي منطقة العضاء التناسلية بالمية والصابون ماشي هننظف الاسطرة والفتحة والجزء والجزء كله اللي في ايه اللي حوالينه الاسطرة بالمية والصابون او ممكن نستخدم الانتستيبتك سيريوشن زي مثلا زي موكم الديتول باربوك ماشي باربوك ايه بيبقى مطاحر كويس هنا ماشي المقياس اللي انت بتستخدمه لتسجل في الاوتبوت اللي هو ايه في السوائل اللي بتخرج من الجزء احنا هنا بنستخدم مقياس الميلي نسجل مثلا ميت ميلي خمسين ميلي خمسمائة ميلي فده المقياس اللي هيه بنكتبه في الورقة رقم خمسمائة واحد وتسعين استيبس ادبوت افتر اسبيس من اصد Louis كل Standing يعني بيقولك اخطوات اللي بيتتبعها خطوات قياس البول او اخراج البول بعد جمع العينة في الكل خمسم في وعاء القياس. ماشي? طيب احنا كنا شفنا لسه شايفين دلوقتي اللي اه قلنا هنشوفه تاني. زي ما احنا شفنا في رعاية او الهناية بالاسطرة البول. احنا هنا لما بتاخد عينة. لا احنا شفنا في افراغ. اه كيس جمع البول. ماشي? هنا قلنا بعد ما بتم تفريغ البول. ماشي? فبتحطه في ده الوعاء اللي بتقيسه. زي احنا شايفينه كده حطيته على ايه? على اه برضو البيبر اه تاول. ماشي? يعني زي ايه ورعة عشان ما تفطهش على سطح الترابيزة مباشرة. وبتحطه على مستوى على ايه على سطح مستوي. ماشي? وبعد كده بتبدأ تنظر دي القياس مستوى العين. ماشي? اه وهي على مستوى العين. وهي بتكون بقى حسابة ايه? المقياس بشكل ضخيو. وهي بعد كده ايه بتسجله. يبقى احنا ايه? خطوات قياس في البول. بعد يجمعوه في حاوية القياس. اه اول حاجة place on level surface. اه يعني ايه? بنحطه على surface. اه سطح مستوي. ماشي? تاني حاجة اه read at eye level. يعني بتقرأ القياس. اه على مستوى العين. ماشي? زي ما احنا شوفنا كده ان هي اه وطت لتحت او قعدت على رجليها. اه شافت اه بدأت تنظر للقياس على مستوى عينها. اه تالت حاجة record urine output. ان هي ايه تسجيل اه اللي هي اخراج البول. بعد كده السراء رقم خمسمية اتنين وتسعين. what to do? what to do? what to do after his basement is collected? يعني هتعمل ايه بعد جمع العينة? يعني انت ادراته خلصت جمع العينة اه من المريض. ماشي? هتعمل assist with personal الهايجين. هتساعد المريض ان هو اه يعمل نظافة شخصية لنفسه. ده طبعا في حالة ان انت بتجمع العينة اه من المريض مباشرة. يعني ان هو بيتبول في الكنتينر في الوعاء اللي بتجمع في العينة. اه بعد كده يعني هتساعد المريض ان هو يلبس اه الملابسه. حيث ان هو ايه يشعر بالراحة. بعد كده اه ميدستريم اه اللي هو كيلين كاتش يورين اس باسمن وهو جمع عينة بطريقة نظيفة. ده في حالة لو ايه عايز المريض هعمل له اه يورين كاتشار. هعمل له اه مزرع للبول. فانا هخلي بالي ان انا ايه العينة ما يحصل لهاش اي انفكشن. فعندنا هنستخدم حاجة اسمها الميدستريم او الكلين كاتش جورين اس باسمن. دي هنستخدم ايه هنعملها ازاي? اول حاجة غايلية اه الراوند زي اسرال اوبننج اس كليينت اه اه وز اسبيشال كلييننج دوري. هننظف المنطقة المحيطة بفتحة اه مجرى البول اه عن طريق مسحة تنظيف خاصة. يعني هنجيب زي ايه? زي مسحة معلها كوحول مشي او اي انتية السيبتك سوريوشن. وهننضر بها فتحة اه البول. كانا حاجة. اه ثاني حاجة زي بيرسون بجعين تو يورينيت اه ثاني اسطوبس ثاني اسطورتس اجين. يعني هنخلي المريض ان هو يتبول ويتخرج اول شوية وبعد كده يتوقف عن التباول يحبس البول وبعد كده يبدأ يتباول مرة اخرى ثاني مرة لما يتباول يعني لما يتباول مرة اخرى يضع البول في اللي هو الوعاء جمع البول وبنستخدم ايه العينة دي هنشوف كده فيديو السريع برضو لجمع البول هنا عندنا ماشي بعد ما عملت ماشي غسعت ايديها ولبسة هنا بتدي اللي هي نظف بيها شايفين اللي هي نظف بيها اللي هي لفتحة البول ماشي نشوفها مرة تانية طبعا بيعمل دوقتي تنظيف لفتحة البول هو هو مش مركب اسطرة وده هنا الكنتينر اللي هي تحط فيه البول وبعد كده بيقوم المريض بيدخل الحمام وبعد كده بيدخل الان كده بيدخل الان بالضبط بيدخل الان بيدخل الان التينيي بيدخل الان وهي بعد كده بيتبول في الكوب اللي هو مخصص لجمع العينة وهي بعد كده بيتم اغلاق الكوب ده وكتابة البيانات عليه وارساله للمعمل بعد كده رقم 594 يعني فيه طرق بتستخدمها لمنع حدوث مشاكل للجلد زي تكسر الجلد وهنا معناه انه حدوث قرح يعني للجلد او قرح في الجلد عندنا هنا اول حاجة ماشي احنا نحافظ على العناية بمنطقة العجان لمنطقة العضاة الناسلية البرانية الاريا وكيب سكن وكلوزنج عند بد لينين دراي ونحافظ على الجلد يكون جاف وكذلك الملابس واغطية السرير تكون جافة ونظيفة يعني لو عندنا مريض عنده سالس بول فنحط له طبعا اللي هي الحفظات ماشي بنغيرها باستمرار لو ما تكون مبللة او متسخة فبالتالي بنحافظ على الجلد انه يحصل له تكسر او يحصل له قرح هنا عندنا بعد كده سالرقم 595 يعني اي نوع من المرضى بيستخدم البيتبان اللي هي قلنا القصرية او شفناها بكده والفركشوربان اللي هي ايه برضو الوعاء اللي بيستخدم او القصرية اللي بيستخدم ايه بيستخدم للمريض اللي هي عنده كسر او او عامل استبدال لمفصل بالوشكة هنا عندنا الpatient who can't get out of bed for bowel elimination او for bowel movement هنا المرضى الذين لا يستطيعون النهوض او انه هما يقدر انه يقوموا من الفراش من السرير فو او فو جميعه انه هما يعملوا اخراج البول او انه هما يتبرزوا او انه هما يخرجوا البراز فاي مريض سواء المريض اللي هي المريض اللي هي غير واعي المريض اللي عمل عملية المريض البراليسيز اللي عنده شلل فده كله ايه بيستخدمه من البيتبان ويهي الفركشوربان بقول لك what does رقم 596 what does a bedside commode inconsistent of هنا عندنا ال bedside commode اللي هو قولنا الكرسي اللي بيبقى في فتحة من النص وبيبقى المريض بيقوم من السرير ويقعد عليه فمن جهره بينضعه جنب السرير على خول المريض اللي مقدرش يمشي فترة او يعني يمشي يتمشى مسافة بريدة هنا المقونات share frame يعني هيكل كرسي and toilet seat هنا كل دي معناها كلمة seat ماشي هنا في تي بعد حرف الايه ماشي ومفيش الاس الاولانية هنا ايه seat يعني مقعد آآ مرحاض او اللي هي القطعة اللي عمنا زي المرحاض اللي موجودة في النص زي ما احنا شوفنا قبل كده البيت side commode ماشي ده مابرة عن كرسي وماشي آآ وقلنا بيبقى فيه زي ايه اللي هو ايه زي فتحة من النص عمنا زي شكل الاعدة اللي هو الافرنجي او اللي هو الشكل الحمام ماشي ومزي ما احنا احنا كرسي على شكل كرسي بعد كرة السؤال اللي بعده رقم 597 امتى الرجل يستخدم اليورينال اللي هي ايه المبولة ماشي ده شكل المبولة كلنا اكيد ده عارفنا وشوفناها في المستشفى ده شكل المبولة ماشي وبرده بيبقى عليها ايه قياس من بره وهي بتشيل حوالي ليتر او ليتر ونص ويدي بيستخدمها اا الرجل ماشي اثناء وجوده في السرير برضه اا اه وين اا ميل بيشنت كانت جيت او توفيد عندما لا يستطيع المريض اا ان هو يخرج من السرير او ان هو ايه ينهض من السرير مية تمانية وتسعين يعني اا هنا بيتكلم على الخصائص الطبيعية للبول في الاشخاص الاصحاء يعني اللي ما عندهمش مرض او ما عندهمش مشاكل في البول فبيبقى خصائص الطبيعية للبول ايه بقى هنا عندنا خصائص طبيعية clear without cloudness يعني هنا بيبقى شكل البول clear يعني ايه اا اا واضح ماشي اا بدون cloudness بدون ان هو ايه اا بدون ضباب ماشي ماشي اا هنا برضك اا هنا بيبقى فيه برضك ديبقى ثاني وان اول حاجة clear without cloudness يعني بيبقى صافي بدون اا غيوم يعني بدون ايه زي نظام اا اا بدون ايه اا اقارة ماشي موجاش فيه اقارة بينه وزاوة verticals ماشي مفيش جزيئات يعني مفيش جزيئات اا موجودة في البول اا باليولو او بيبقى واللون بتاعه بيبقى اصفر باهد ماشي اا اول حاجة ايه انه هو صافي مفخوش غيوم وهي مفخوش جزيئات ماشي ولونه اصفر باهد اا اا اور dark gold يعني او ايه زهبي داكن اللي هو انبر اللي هو ايه شهد اا ايه بيسمون لون الكهرماني انبر اللي هو ايه لون كهرماني اا بعد كده وز صلاية اوضر وله رائحة ايه له رائحة خفيفة انبر اللي هو ايه صافي مفخوش جزيئات مفخوش غيوم ولونه اصفر باهد او زهبي داكن كهرماني وله رائحة ايه خفيفة رقم 599 جزيئات مفخوش جزيئات الموجودة اا اه جزيئات الموجودة يعني امتى تستخدم انديولنج يورناي كسترgewن pass اللي هي القسترة البول اللي هي ايه소� اللي بتدخل داخل الجسم كلمة انديولنج يعني ايه بتدخل داخل الجسم اللي يقولنا عليها رقي نصرف ماشي امتى بنستخدمها يعني لما يكون الشخص مريض جدا او ضعيف او غير قادر على استخدام الحمام يعني لانش قادر يستخدم الحمام او لما يستخدم البيت بان الاسرية او البيت سايد كومود الكرسي اللي هو ايه في اسرية ده نشوفناه فهنا ساعتها بنركب له اسطرة فولي او ايه او اسطرة سيليكون وطبعا في حالة لما يكون مريض برضو ما يستخدم في الول بتاعه زي المريض الانكونشس غير واعي او المريض البراليسيس اللي هو عنده شلل او ايه عنده مشاكل مرض كبيرة رقم 600 change to report the nurse with urinary catheter يعني امتى ايه هي التغييرات اللي بنبلغها للممرض او الممرضة اا بالنسبة للاسطرة البول ماشي اول حاجة لو لقينا change in urine color كلمة change in color يعني تغير في لون البول يعني ماشي لنا اقصدهم عن البول والclarity اللي هي ايه الوضوح بتاع البول لانه انه ايه اللون بتاع البول بيبقى اصفر باهد لو لقينا مثلا محمر يعني معناه كده 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 لقينا مثلا اللون اصفر شديد ماشيه مش اصفر باهد لدينا اي تغير في اللون فبنبلغ التمريض clarity اللي هو الوضوح لو لدينا فيه غيوم او فيه جزيئات odor of urine لو فيه رائحة كريهة جدا للبول filler of urine flu لو لدينا ان المريض بقاله فترة او بقاله وقت ما بيطلعش بول او لا يخرج بول فشل فيه تضفق البول complaint of pain or discomfort as result of the catheter يعني ان المريض حاسس بعلم شديد او عدم ارتياح من ال catheter من الاسطرة بتاع البول لو لدينا redness يعني احمرار طبعا احمرار في الاسطراء هنا اصدوم عن احمرار في الجلد حوالين الاسطرة swirling يعني فيه تورم discharge from catheter site يعني فيه افراجات خارجة من منطقة الاسطرة او المكان اللي يدخل في الاسطرة leaking of urine around the catheter site يعني البول بدل ما يخرج في الاسطرة بيخرج من حوالين الاسطرة من فتحة البول دي التغيرات اللي يبي يبلغها مساعدة التمريض للممرضة الممرضة وبحيث انه يتصرف بسرعة بعد كده 601 بيتكلم تاني على الوريج يوريا اللي هو قلة البول the state of wording very small amount of urine over a given period of time يعني هنا بيقولك حالة افراغ او تبول كمية صغيرة من البول over a given period of time خلال فترة زمنية معينة بيقولك فور اكزامبل يعني كمثال wording only 100-400 ميلي يعني تبول او افراغ من 100-400 ميلي فقط of urine over 24 hours يعني خلال 24 ساعة يعني لو مريض لم يخرج الا 100-400 ميلي خلال 24 ساعة ده بنقول عليه انه عنده الوليج يوريا بعد كده البوليوريا وهو فرط التبول او انه المريض بيبقى diuresis يعني ايه مدري للبول او بيطلع بول كتير وده اللي هو excessive urine outpult يعني افراز كبير او فرط اخراج البول فرط اخراج البول يعني المريض بيتبول بشكل كثير او بيتبول كثيرا طيب امتى نقول ايه الكمية بقى لو الكمية بتعدي 3000 سانتي او 3 لت من البول بنقول المريض ده عنده بوليج يوريا بعد كلا الصالي اللي بعده رقم 603 ايه الكمية بيقول لك اين تتكون حصوات الكلة اين تتكون حصوات الكلة هنا في الكلة واليوريترس اليوريترس اللي هو ايه الحالب والبلادر للمسالة هنشوف هنا صورة لكيدني ستونز لحصوات الكلة زي ما احنا شايفين الحصوات موجودة في الكيدني في الكلة وفي حصوات في الحالب وفي اللي هي اليوريترر وهنا البلادر ماشي الحصوات اللي بتكون في المسالة ماشي دي حصوات الكلة السؤال اللي بعده بتتكلم معنا الكندم كسطر أسطرة الخارجية ماشي اللي هي الكندم دي عبارة بيقول لك أسطرة الواقع الزاكري او ما نسميها الأسطرة الخارجية في المستشفى دي ديفيس يستخدم يعني جهاز يستخدم للتحكم في ثلث البول عند الرجال إت إن كونسيست أو صوفت بلاستيك أو رابر شيس يعني بتتكون من زي الزنزام بيسموه هنا غند بلاستيك أو مطاطي ناعم تيوبينج كوليكتينج باج هنا يعني عبارة عن ان هو الأسطرة دي بدل ما بتدخل جوه آآ فتح آآ بتدخل جوه القضيب الزكر ماشي اللي هو ايه آآ الرجالة بدلا ما بتدخل جوه القضيب فبننبس القضيب داخل اللي ايه داخل الأسطرة زي ما احنا نشوف شكلها دلوقتي ماشي دي هنا عندنا أسطرة الأسطرة الخارجية ماشي عندنا هنا الكندم كاسيتر دي طبعا ايه اكيد كلنا عارفينها ماشي زي ما احنا شوفيه كده ان هي ايه دي ايه بسطرة ماشي الكندم طبعا ايه في هنا بردوك صورة الكندم وهي ركبة للبيناس في القضيب الزكري واذا احنا شوفيه كده ان هي بتركب من الخارج ماشي وبيبقى لها آآ خرطوم بردو وكيس جمع البولي طبعا بنسبتها ببلاستر ماشي حوالين القضيب وبنخلي بالنا ان البلاستر ما اعملش ايه ما اعملش تقرحات للجلد بعد كده اليوران الي هو تحليل البول الي هو تحليل البول يوران اناليسيز ده تعريفه اندر ميكروسكوب اند باي كيميكال مينز يعني عبارة عن فحص تحت المجهر طبعا عشان خاطر يتشاف لو فيه ميكروبات او فيه جزيئات معينة وباي كيميكال مينز هو بالسوائد الكيميائية يعني بيضاف لي اشياء كيميائية عشان خاطر يتشاف الحموضة بتاعته ولو فيه ايه تغيرات غير طبيعية تانية هنا بعد كده 606 بتكلم عن انيوريا لهي ايه انقطاع البول هنا 100 ميلي يعني في حالة ان المريض لو تبول اقل من 100 سنتي من البول خلال 24 ساعة خلال اليوم اقل من 100 سنتي بعد كده لو اسالت البول ده يعني عدم القدرة على حبس البول يعني فقدان البول اللا ارادي من البلادر من المثالة هنا الكاسيتر 608 يتكلم على الكاسيتر كير مناشي اللي هي ايه اتكلمنا عليها كذا مرة برضو الرعاية الاسطرة والعناب الاسطرة هنا اول حاجة زي ما احنا شوفنا في الفيديو احنا بنعمل تنظيف منطقة العجال منطقة العضاء التناسلية يعني خاصة حول مجرى البول او ايه فتحة مجرى البول يعني بنعمل تنظيف برضوك للاسطرة ماشي الجزء الجزء اللي هو خارج الجسم ماشي زي ما احنا شوفنا كده في الفيديو ننطفة ايه الاسطرة اللي خارجه من الجسم لمنع العدوى بعد كده بتكلم على تعريفه هو عبارة عن جهاز او وعاء يستخدم للشخص اللي لا يستطيع النهود من السرير او ما يدرش انه يقوم من السرير للتخلص من البول اليوريلي ريتنشن وهو انحباس البول رقم 610 تعريفه The inability of the blood to empty either completely during the urination or at all يعني احتباس البول هو عبارة عن عدم قدرة المثانة على التفريغ كليا اثناء البول او ايه او اطلاقا يعني في ايه وقت يعني هنا بيتكلم على احتباس البول ان المثانة ما عندهش قدرة ان هي تطلع البول او تخرج البول ده في اثناء التبول لما المريض بيحس في التبول او اطلاقا يعني في ايه وقت اخر هنا ديسيوريا ديسيوريا معناها painful or difficult urination يعني اه التألم او صعوبة التبول يعني هو ان انسان هو بيتبول او المريض بيتبول بيبقى عنده صعوبة والم اثناء التبول بعد كده رقم خمسمية واثناشر النكتوريا 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 المريض بيحتاج انه يتبول مرة او مرتين اثناء الليل وده بيعمله مشاكل او اضطراب في النوم عندي كده الهيماتوريا وهو وجود بلد يعني وجود دم في اليورين ماشي وكنا اعرضنا بكده صورة للهيماتوريا دي الدم قلنا ايه الدم بيبقى شكله محمر زي ما احنا شايفين في الصورة بعد كده عندنا السؤال البعده خمسمية و او ستمية واربعتاشر اه الليج باج الليج باج اصنع باكتور باكتور طبية و محيارة هنوصل كيس جمع البول هنا بالاسترة و من خلال انبوب صغير و هنصبته في فغض المريض ليالعلوي وهنشوف الصورة هنا هنا ده هنا يورين يورين هنا زي احنا شايفين بنسبب كيس جمع البول على ثمس المريض مشي بالشكل ده بحيث ان هو سواء المريض محبوظ في المرتشفى او في بعض الاشخاص بيضطر ان هما يركبوا اسطرة ويتعايشوا معها فممكن ان هو يحتاج ان هو يروح مكان وهي معه ويقول لك اميتنج اللي هو افراق كياس البول اللي هي بتبقى موجودة على الصق دي need to be emitted frequently because they are smaller and hold less urine يعني هي بتبقى حجمان صغير ويتشيل كمية لان البول فبالتالي لازم ان انفطيها بشكل مستمر بحيث ان المريض يستطيع ان هو يتبول بشكل طبيعي بعد كده رقم 616 urinary incontinence can cause يعني بيقول لك سلس البول او التبول اللا ارادي can cause ممكن يسبب ايه اول حاجة مشاكل اللي يجد طبعا المريض مرة واحدة بيتبول فالبول يبقاش قادر ان هو يمسك البول فالبول ينزل على الجلد فبيعمل problem زي الراش اللي هو الطفح الجلدي والbreacher answer اللي هي تكررحات الضغط او ايه التكررحات الجلد فالبول يعني السقوط الحوادث as the person rushes to the bathroom يعني المريض عاوز ان هو يلحق يخش الحمام فممكن ان هو يسرع او يجري بسرعة فاثناء ان هو بيجري ممكن ان هو ايه يندفع او اثناء اندفاعه يسقط او يحصل الحوادث بعد كده رقم 617 مقم 617 مقم 617 urinary incontinence can be يعني بيقولك هنا السرس البول ممكن يعني ينقسم او انواعه هنا هيبقى temporary or permanent يعني مؤقت او ذا ان temporary يعني مؤقت ده بقولنا في حالة بحالة لو المسانة فيها انفكشن فيها عدوى والpermanent الدائم في حالة او المريض المريض غير واحد هنا عندنا في السبتمية و 18 بتصايد كومود اللي هو الكرسي اللي بيبقى فيه مبولة اللي بيجيبه جنب السرير بتصايد كومود او بيسموه سوان السرير ده 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 جهاز بنستخدمه لما يكون الشخص قادر على النهوض من السرير يتقدر انه يوم السرير وهي بيحتاج للتباون بيحتاج للتباون بس غير قادر انه يمشي للحمام يعني هو قادر يوم بس من السرير مكون من مقعد هيكل مقعد وزقة مقعد مرحاض وزي جردل او دلوق تجميع قابل للإزالة كمان زي ما احنا شوفناه قبل كده ماشي البيتصايد كومود وانه عبارة عنه زي شكل كرسي وهنا زي قعدة وفي هنا جردل من تحت ماشي ممكن انه يتشال ويتفضى ويتنظف مرة ايه بعد كده رقم خمسمية ستمية وتسعتاشر بيقول هو هو المكتيوريشن يعني المصطلح ده بيساوي المصطلح ده وده يعني عملية خروج البول من الجسم البيتصايد بيقولك ينزل عن طريق الجاذبية في هنا بردك عندنا كنا قلنا في الشنطة اللي بتتحط على فغز المريض ماشي في هنا عندنا صورة ماشي ان هي ممكن نستخدم بردك شنطة خارجية الشنطة الخارجية دي ممكن ان هي هنا ايه شنطة على ايه بتتحط او بتتغلع كده والشنطة دي ممكن يتحط فيها كيس جمع البول بحيث ان ايه بيطلع هنا شايفين الجزئية دي ماشي هنا ايه بيطلع كيس جمع البول بيطلع من الملابس والخرطوم بيطلع من الملابس وبينزل في كيس جمع البول اللي موجود في الشنطة دي والشنطة دي بيشلع الشخص ماشي يمكنه شال شنطة عادية وفي حالة لو الشخص ايه عنده مشكلة ومبطل ان هو ايه يركب اسطرة ويتعايش مع ايه مع الوضع اللي هو فيه يكون كده ان شاء الله النهاردة خلصنا الحد رقم اه ستمية وتسعة عشر لان من اول ستمية وعشرين هنبدأ فيه جزئية تانية ونبدأ بيها المرة داية سبحانك الله ورحمدك ان شاء الله لأنت استغفر ورطوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته